وقعت القوات المسلحة وعقد إنشاء المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية بالتعاون بين مركز البحث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة وشركة سيمكس الأمريكية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة بمصر وأكد مدير مركز البحث الطبية والطب التجديدي اللواء طبيب خالد عيسى عامر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يمكن من توفير منظومة طبية متكاملة وفقا لرؤية الدولة للجمهورية الجديدة مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء المركز الدولي للخلايا الجذعية على أحدث ما وصل إليه علم الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي عقب ذلك وقع مدير مركز البحث الطبية والطب التجديدي ممثلا عن القوات المسلحة اللواء طبيب خالد عيسى عامر ورئيس شركة سيمكس الأمريكية المنفذة للمشروع أندرو راموس على عقد إنشاء المركز الدولي البحثي والذي سيتم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في إدارة المشروعات الكبرى وشركة هيل انترناشنال لتقديم خدمات الاستشارات وإدارة المشروع المشروع